قبل قرابة سبعة أشهر أعلنت موسكو بدأ غزوها لأوكرانيا على أن تحقق كامل أهدافها خلال أيام وعلى رأسها إسقاط النظام الحالي وتعين نظام موال لها ثاني أقوى جيش في العالم وبعد مئتي يوم لا يفشل فقط بتحقيق أهدافه بل ينسحب من مناطق استراتيجية أمام القوات الأوكرانية وعلى رأسها خاركيف رئاسة الأركان الأوكرانية أعلنت أن قواتها استعادت مناطق يتجاوز مجموع مساحتها 3000 كم مربع هذا الشهر في هجوم مضاد يتركز في شمال شرق البلاد تقدم كييف لم يأتي من فراغ فقد أشارت صحيفة نيويور تايمز إلى تزويد واشنطن لكييف بمعلومات عن مراكز القيادة ومستودعات الذخيرة الروسية ما أفسح المجال للأوكرانيين أمام استهداف وقتل كبار الجنرالات الروس طيلة أيام الحرب أمر آخر كشفت عنه صحيفة الجارديان البريطانية حيث قالت إن القوات الروسية أخطأت في تقدير هجوم الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف فكييف نجحت إذن في تضليل القوات الروسية ومباغتتها تقدم كييف قابله ارتياح من الاتحاد الأوروبي في ظل كابوس يعيشه زعماء الدولة من شتاء قارص يهدد دفء القارة القديمة وقابله أيضا تصريحات للخارجية الروسية قالت إنها لترفض التفاوض مع كييف التي أعلنت عدم استعدادها وعلى لسان الرئيس الأوكراني فلودمير زيلنسكي أن تكون طرفا في بناء السلام مع موسكو قبل انسحاب القوات الروسية من كامل الأراضي الأوكرانية تطورات ميدانية محفوفة بالمخاطر دعت خلالها صحيفة وولستريت جورنال القادة الغربيين إلى الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية أو محاولة إشراك الناتو بشكل مباشر في الصراع الروسي الأوكراني وصفة الهجوم المضاد الأوكراني بالمنعطف المهم في الحرب